في هذه الحلقة من عقل ودين سوف نتحدث حول الصحة النفسية لماذا الصحة النفسية؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان روحا وجسد جسد الإنسان حينما تصيبه الأمراض فإن هناك الدواء المعروف لكل مرض وكذلك روح الإنسان تصيبها الأمراض وتحتاج إلى الدواء ماذا يقول العلم؟ وكيف يعالج العلم النفس والروح؟ وكيف يعالج الدين النفس والروح؟ هل يتوافقان؟ وهل يلتقيان في نقطة علاجية واحدة تنطلق منها الأدوية للروح كما تنطلق الأدوية للجسد؟ في هذه الحلقة نتكلم عن الصحة النفسية تابعونا